البحث عن موانئ بديلة تحول اللافت في موقف الوكالات التابعة للأمم المتحدة والعاملة في مجال الإغاثة باليمن إثر فشلها على ما يبدو في استمرار التغطية على سيطرة المتمردين ونفوذهم في ميناء الحديدة أكبر موانئ البلاد على البحر الأحمر الموقف الأممي جاء على لسان جيمي مكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في أحدث مؤتمراته الصحفية مكغولدريك أوضح في تصريحاته أن المنظمة تدرس استخدام موانئ غير الحديدة أو إرسال قوافل برية لنقل الأغذية لنحو 17 مليون شخص يعانون من الجوع في حال مهاجمة ميناء الحديدة المسؤول الأممي يشير في تصريحات كهذه إلى خطط الحكومة لتحرير ميناء الحديدة من سيطرة المتمردين المدعومين من إيران التغير في الموقف الأممي نحو إيجاد بدائل لميناء الحديدة كان قد سبقه تحرك عالي المستوى تمثل في الزيارة التي قام بها وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين إلى ميناء عدا مؤخرا والتي أشاد خلالها بجاهزية الميناء لاستقبال المساعدات الإغاثية على مدى السنوات الماضية بقي ميناء الحديدة مسرحا لنفوذ الميليشيا ومنفذا لتهريب مختلف أنواع الأسلحة كما يؤكد التحالف العربي ومن بين هذه الأسلحة صواريخ حديثة يجري استخدامها لاستهداف مدن ومنشآت وطنية وتهديد أمن المملكة العربية السعودية المجاورة استمرار تدفق السلاح للميليشيا الحوثية عبر عدة مناطق وأهمها ميناء الحديدة يؤكد مرة أخرى ما سبك وأن ذكرنا أن الميناء أصبح قاعدة لتهريب السلاح وإمداد الميليشيا الحوثية بالسلاح في غياب تام لأي مراقبة من قبل أمم المتحدة أو أي جهات أخرى البحث عن بدائل لميناء الحديدة لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية أعده مراقبون خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل مؤشرات عدة على فشل المنظمات الدولية في إيصال المساعدات إلى اليمنيين المحتاجين إليها بسبب الممارسات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا تحت أنظار الوكالات الأممية نفسها وتتحول معها المساعدات الإغاثية إلى جزء من اقتصاد الحرب الذي يهيمن عليه الانقلابيون